بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد نحن سعداء بأن جعلنا الله عز وجل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي الذي بعس بالأخلاق وأسنى عليه الخلاق ليتمم به مكارم الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم إنما بعست لأتمم مكارم الأخلاق أخي المستمع الكريم نحن في حاجة إلى الأخلاق نحن في حاجة إلى القيم لنرتقي لترتقي ليرتقي المجتمع لنفلح في الآجلة ثم لنفلح في العاجلة ثم الآجلة بالأخلاق ولأهمية الأخلاق في الإسلام كانت تعدل سلسى الإسلام فالإسلام عندنا شريعة الإسلام عندنا عقيدة وشريعة وأخلاق كما أن قل هو الله أحد سورة الإخلاص تعدل سلسى القرآن فإن الأخلاق تعدل سلسى الإسلام ولأهميتها مدح النبي بها قال الله عز وجل ما دحا حبيبه وإنك لعلى خلق عظيم وبالأخلاق ترتقي الأمم وبضدها تنحدر وتنحط إلى أسفل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم زهبت أخلاقهم زهبوا أي مجتمع الآن مقياس تقدمه هو الأخلاق مجتمع ليس في أخلاق مجتمع منحدر ثم الباعث على أن نتخلق لا بد أن يكون باعثا داخليا لا بد أن الإنسان أن يقتنع أن القيمة لها مكانتها وأن الرزيلة متروكة بالقيم نرتقي أفلح العبد إن صدق بقيمته بأخلاقه الضيبة بماذا يسود الناس الناس يسودون ويتقدمون بأخلاقهم الأحنف ساد في الحلم لماذا ست يا أحنف في الحلم وضرب بك المسل في الحلم لأن الأحنف كان يعفو عن كل من أساء إليه كان ينظر إذا أساء إليه من هو دونه لم يلقي له بالا ومن هو مثله تصدق عليه ومن هو أعلى منه كان ينظر إلى أن الحلم زين وضده شين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا رائعا للجميع في حلمه يوم أن قل الحلم بين الناس ويوم أن أصبح الناس لا يطيقون بعضهم بعضا ولا يطيق أحدهم أن يسمع لأحد كلمة النبي كان واسع الصدري كان كما قال كالراع الشفوق على إبله صلى الله عليه وسلم نبي يرى ما لا يرى الناس حوله ويتلو كتاب الله في كل مشهدي وإن قال في يوم المقالة غائب فتصديقها في اليوم أو في ذحى الغدي ما يعيدنا إلى أخلاقنا ما يأخذ بأيدينا إلى قيمنا أن نؤمن في قلوبنا أننا سنلقى الله يا من تؤمن وتعلم أن هناك ستلقى الله هناك يوم آخر يجزى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته فإنه ينطبع بالأخلاق يراقب الله في القضية الإيمانية سيفلح إن صدق سيخلص لله عز وجل ويعلم تمام العلم أنه إن تعامل بالأخلاق كوفئ بها في الدنيا قبل الآخرة وزرع في أولاده هذه القيم يريد لهم السعادة يريد لهم الخير لابد أنهم سيقلدوه في الخير فكن طيب الأعراق كن طيب القلب بأخلاقك تقول الناس سيئون إلي لابد أن أتفعل بإساءة ضدهم أقول لك لا كيف تتميز بإيمانك لن تتميز بإيمانك إلا إذا قابلت الإساءة بالإحسان كن كالنخل عن الأحقاد مرتفعا يرمى بصخر فيأتي بأطيب الأكل فيأتي بأطيب الأكل ويقول القرآن واضعا ماء الراحة واضعا على القلب بلسما طيبا حنينا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا